جلالة الملك عبدالله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني وعددا من المسؤولين الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات النفطية للشهر المقبل بنسبة 2% ومنظمة حضر الأسلحة الكيموية تؤكد تدمير كل معدات إنتاج ومزج وتعبئة مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيموية أسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى حضراتكم نشرة أخبار رؤية عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خارجيته وليام هيك وعدد من كبار المسؤولين وكان جلالته عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني يوم أمس ركزت على علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الراهنة في الشرق الأوسط خصوصا الجهود المتصلة بإحياء عملية السلام ومستجدات الأزمة السورية وذلك في إطار التشاور والتنصيق المستمرين بين القيادتين الأردنية والبريطانية وأطلع جلالة الملك رئيس الوزراء البريطاني على الجهود المبذولة لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق تقدم فعلي في مفاوضات السلام وإيجاد حل لجميع قضايا الوضع النهائي بما يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وأشدد جلالته في هذا السياق على أهمية الدور البريطاني بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم جهود تحقيق السلام وبحث جلالة الملك خلال اللقاء أيضا آخر التطورات والمستجدات حول الأزمة السورية والتحضيرات الدولية الجارية لعقد مؤتمر جينيف 2 حيث جدد جلالته التأكيد على موقف الأردن الداعم للمساعد الدولية الهدفة إلى إيجاد حل سياسي شامل يوقف إراقة الدماء ويحافظ على وحدة سوريا مؤكدا أن استمرار الأزمة السورية سيفاقم معاناة الشعب السوري ويقود إلى تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة وكان جلالة الملك شارك خلال زيارته إلى لندن في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع وألقى خطابا أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي شارك فيه نحو 2700 من القيادات العالمية وفي الخطاب لفت جلالته إلى أن الموقع الجغرافية الاستراتيجية المتميز للأردن في المشرق العربي يجعل منه بوابة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع ومركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب وآesنا نتحدث الوصول إلى الحكم وفي الخطاب نتحدث ً ومنطقة النتوى وما نتحدث الوصول إلى الوصول إلى مدينة ونظراء مستطاق تشهر لكي يجب أن تجيب أكثر مستدراتنا، تجيب أن تبداح بجراء لنراء المعارضة ، يجب أن تحمل الأشياء لأننا سنحن بمجتمعها. فالجراء يقبل أن تقاعدنا الوصف ، و نحن هذا المقاعد الأفضل ، فنحن سنحن نحن نحن بمجميع إجابة ، نحن ندخل جزيرة أفضل بجميع المستدرات إجراءة جنوية تجربة ، المترجم للقناة والعشرات المكتب احد فعل هذا الواجهارات كلمان التي grilledها والمجرس والأجناء والعجب العالم وأيضا في مجرد وما يكون مجرد ومجرد عماما بالتركيز والمجرس وبإمكانكم انقصرت بشكل عاما عن المجرس بشكل عاما ثم الحرق في صدراتك ومع تشبه ومع تشبه تجربه أماما في حدوث الكثير من المحاول for our national reform program. We are determined to keep leveraging Jordan's strengths. And first and foremost, are our people. Talented, educated, tech savvy, and globally aware. Jordan also has a unique geo-strategic position in the heart of the Levant, making us a strategic platform to the GCC قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الصناعة والتجارة اليوم تخفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 2% اعتبارا من منتصف هذه الليلة ولغاية الثلاثين من الشهر المقبل مع الإبقاء على سعر استوانة الغاز للاستعمال المنزلي بعشرة دنانير تفاصيل أكثر عن القرار الحكومي في النشرة الاقتصادية أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله انسور أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمثل قصة نجاح يجب البناء عليها لتحقيق المزيد من الإنجازات واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع المحلي جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها انسور والفريق الوزاري في مدينة العقبة لليوم الثاني على التوالي طلع خلالها على سير العمل في عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي يتم تنفيذها بالإضافة إلى تفقده مشروع التوسع الذي افتتحه جلالة الملك الأسبوع الماضي في ميناء حاويات العقبة وخطط تطوير الميناء حتى عام 2018 وقدرة الميناء الاستيعابية التي تقدر بحوالى مليون ونصف المليون حاوية سنويا ومنظومة الموانئ الجديدة وأهميتها للعقبة والمستثمرين ووضع انسور حجر الأساس للمنطقة التجارية الشمالية التي تقدر مساحتها بتسعمائة دنم حيث يجتمل المشروع على طرق خدمية وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي بكلفة تقدر باثنى عشر مليون دينار يتوقع الانتهاء منها العام المقبل كما تفقد رئيس الوزراء محطة الركاب واستمع إلى إجازة حول خطط التطوير والتوسعة للمحطة التي تم طرح عطاء لبناء ثلاثة أرصفة جديدة لها واستمع إلى إجازة حول مشروع وحة آيلا الذي يشكل نقطة تحول جديدة في مفهوم المشاريع السياحية والترفيهية والسكنية في المدينة زيارة دولة الرئيس استكمال لزيارة سيدي صاحب الجلالة استجابة لتوجيهاته مجلس الوزراء كاملا تقريبا 21 وزير اجتمعوا في العقبة التقوا لوجهاء نواب الأمة أعيان الأمة استمعوا للمطالب تم الاطلاع على 12 موقع استثماري وصناعي وتجاري زار منطقة الشامية دولة الرئيس اطلع على بعض المشاكل الموجودة لدينا وضعنا في الصورة وزار المنطقة الجنوبية ومن ضمت الموانئ بدي اليوم العمل بالقانون المعدل لقانون الملكين والمستجرين وذلك بعد أن صادق عليه جلالة الملك وتم نشره في الجريدة الرسمية ومن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون إلغاء أجر المثل وإقرار نص قانوني تحدد بموجبه الحكومة نسبة عادلة لرفع بدل الإيجار كل خمس سنوات بنظام يقره مجلس النواب وكان مجلس النواب أقر القانون المعدل لقانون الملكين والمستجرين نهاية أيار الماضي بعد مطالبات شعبية بتعديل القانون وإلغاء أجر المثل الذي استعاض عنه المجلس بتحديد نسبة زيادة الأجر كل خمسة أعوام يحددها مجلس النواب انتقد صمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الاستشاري للمياه التابع للأمين العام للأمم المتحدة انتقد غياب توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للإنسان في العالم كونه يتنافى مع مفهوم الكرامة الإنسانية داعيا إلى العمل على تحقيق الأهداف العالمية للمياه من خلال تكاتف الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل تزايد التحديات التي تنعكس في مجملها على تحقيق متطلبات العيش الكريم للإنسان أينما وجد جاء ذلك خلال نذوة متخصصة عقدت في الجامعة الأردنية اليوم تحت عنوان المياه تحدي عالمي وذلك بناسبة تعيين سموه رئيسا للمجلس وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة وأكد سموه أهمية هذه اللقاءات التي تمكن أطراف المعادلة الثلاثة الحكومية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تمكنها من العمل جنبا إلى جنب لمواجهة هذه التحديات والخروج ببرامج عمل واضحة مشددا على ضرورة إنشاء مجلس عربي اقتصادي يتبنى الأولويات العربية في المحافل الدولية من جانبه أكد وزير المياه والريح حازم الناصر أن اختيار سمو الأمير لهذا الموقع دليل على المكانة العالمية التي يتمتع بها سموه والأردن والتي ستجعل قضايا المياه تتصدر الأجندة الدولية أنا كنت جد شاكر بالإضافة لشخصي المتواضع مساهما في هذا التقييم لأهداف الألفية أن تكون قضية المياه بكل أبعادها قضية مستقلة أن المشاركة العربية في بودافست على سبيل المثال من قبل الأمير خالد بن سلطان وتقديم جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز باسم مجموعة محكمة من جامعات الدولية والعربية دليل واضح على الاهتمام العربي في هذا الجانب كذلك شكري للشيخ فهد العطية من قطر الذي أتى لهذا اللقاء وأعتقد أن هذه المساهمة إضافة طبعا المساهمة للوزير شديد الوزير المياه الفلسطيني دليل واضح على أن الصوت العربي الحياتي عندما نتحدث عن الموضوعات المياه الطاقة هذه قضايا يجب أن تسموا فوق الاعتبارات المادية الضيقة ونعظم من خلالها الصالح العام فأشعر أنني على الأقل جزء من اهتمام عربي متجدد في القضايا الدولية وكلجنة استشارية للأمين العام نرجو أن لا تبغى هذه المنطقة شحيحة المياه مهمشة من صنع القرار قال صمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إن استخدام منهجية واشنطن لإحصاءات الإعاقة يمكن راسمي السياسات من وضع الخطط والسياسات الكفيلة بتقديم الخدمات المميزة للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على مؤشرات إحصائية يمكن الاعتماد عليها وأضاف صمو في كلمة ألقاها اليوم في اختتام أعمال اللقاء مجموعة واشنطن الثالث عشر لإحصاءات الإعاقة الذي نظمه المجلس بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أضاف أن اللقاء يعتبر حدثا مهما للأردن يضاف إلى سلسلة إنجازاته ومبادراته الرامية إلى خدمة ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والدولي واعتبر سمو أن نقاشات المشاركين أثرت التجربة الأردنية في مجال الإحصاء لأسيما تلك المتعلقة بذوي الإعاقة وأشكلت أرضية مناسبة لطرح أسئلة محددة لأول مرة في تاريخ المملكة عن هذه الفئة يمكن استخدامها خلال التعددات العامة للسكان والمساكن وصولا إلى تحديد مؤشرات واقعية للإعاقة تمكن المجلس وشركائه من رسم وتنفيذ السياسات الفاعلة في مجال الإعاقة هذا اللقاء مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة جاء ليؤكد على أهمية تضمين بعض الأسئلة الهامة في استمارة الإحصاءات في تعداد السكان لعام 2014 يعمل مجلس مع دارة الأحصاءات العامة على تطوير أسئلة قصيرة مختصرة تمهيدا للحصول على نسب إعاقة أكثر دقة ومؤشرات تساعدنا في وضع خطة مستقبلية لبرامج الإعاقة في الأردن أكد وزير دولة الشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن لم يغير من سياساته فيما يخص مسألة تضفق اللاجئين السوريين وأنه مستمر بسياسة الحدود المفتوحة مع الجانب السوري وأوضح المومني في حديث مع هيئة الإذاعة لبريطانيا بي بي سي تعليقا على تقرير لمنظمة العفو الدولية حول منع فئات من اللاجئين من دخول المملكة أوضح أن القوات المسلحة وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين تقوم باستقبال اللاجئين السوريين وتفتيشهم وفحصهم طبيا ومن ثم تنقلهم إلى المخيمات وحول ما ذكرته منظمة العفو الدولية من منع لاجئين فلسطينيين وعراقيين من دخول أراضي المملكة أكد الناطق باسم الحكومة أن ملف اللاجئين الفلسطينيين من مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا نافيا إطلاعه على أي تقارير حول وصول لاجئين عراقيين من الجانب السوري وأشار المومني إلى ما يتحمله الأردن من أعباء في مختلف القطاعات نتيجة استمرار تضفق اللاجئين السوريين مضيفا أن العدد الإجمالي للاجئين السوريين بلغ مليونا وثلاثمائة ألف لاجئ منهم خمس مائة وخمسون ألفا دخلوا المملكة بعد اندلاع الأزمة السورية قبل عامين ونصف العام أهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الذين يسلكون الطرق الصحراوية الابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول وأدعتهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وقالت المديرية في بيانا صحفي وصلت لرؤيا نسخة منه إن المملكة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي مع احتمالية هطول الأمطار بغزارة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف خاصة في المناطق الصحراوية من جهتها أصدرت مديرية الأمن العام بيانا تنصح فيه السائقين عند القيادة في مثل هذه الظروف بتخفيف السرعة والقيادة بسرعة تتناسب وحالة الطريق وأخذ الحيطة والحذر والسير على أقصى جانب الطريق لتلاف الاستضام بالمركبات الأخرى والابتعاد عن استعمال الفرامل والتعويض عنها بالغيرات العكسية إضافة إلى تركي مسافة أمان أكثر مما هو مطلوب في الظروف العادية أطلقت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع المركز الأمني في المدينة ومدرية ثقافة الكرك وجمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون أطلقت المرحلة الثانية من مبادرتها يدا بيد هويتنا نظافة مدينتنا بهدف المحافظة على نظافة المدينة وجمالها وقيمتها السياحية ويقول القائمون على الحملة أن رؤيتهم جاءت من أجل نشر فكرة مدينتك هي بيتك ومعا لكرك أجمل قامت جمعيتنا ميشع المؤابي للثقافة والفنون بمبادرتها الثانية هويتنا نظافة مدينتنا وكان معنا بالمشاركة مدرسة بيت الكرك النموذجي كانوا أطفال رائعين وشاركت معنا بلدية الكرك الكبرى مشكورة برئيسها وموظفيها والمركز الأمني برضو شاركوا معنا كنوع من التفاهم مع الأطفال حتى يكونوا يعرفوا يتعاملوا مع الشارع وهاي مبادرتنا الثانية إلها عدد من المبادرات الأخرى بنفس المسمى يدا بيد هويتنا نظافة مدينتنا إلى ذلك أطلق رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعيطة حملة توعوية مجتمعية تهدف إلى نبدي ثقافة العيب لدى الشباب مما يصهم في وقف الاستنزاف في المال العام وتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية كما اختار المعيطة أن يوقع على أي معاملة باسم عام الوطن على الرغم من أنها الوظيفة الدنيا في سلم وظائف البلدية مرسلنا نزار الصرايرا رافق رئيس البلدية في جولاته وأعد لنا التقرير التالي الباص الأول ثم الثاني ثم الثالث ليتوقف لرئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعيطة في ساعات الصباح الباك مستقلا إياه كأي مواطن ليذهب إلى عمله قريبا إلى التواضع وبعيدا عن الكبرية في مبادرة منه لتخفيض كلفة المحروقات التي تدفعها الحكومة استخدامي لوسائل النكر العام ضمن مبادرة لمحاولة تخفيض فاتورة المحروقات التي تدفعها المملكة الأردنية الهاشمية أيضا بادرنا في هذا المجال لوقف حركة الآليات بعد الساعة الثانية ظهرا كثرة أعداد المراجعين في مكتب رئيس البلدية لا يثنيه عن خدمتهم وحل مشكلاته ليضع بصماته مرة أخرى في نبض الكرك ليحصل على أعلى نسبة أصوات وعلى ثقة الناس ليتحمل المسؤولية كاف كما عبروا عن سبب اختيارهم له نحن اخترنا كونه إله خدماته إله بصماته على البلد فيه خبر يعني طويلة عارف كل سواليف البلدية في أول قرار نتخذ ألغى لقب مهندس والذي يحمله على الكتب الصادرة من البلدية مستعيضا عنها بلقب عام الوطن ليجسد ذلك على أرض الواقع في مشاركته هو وموظفه البلدية أسبوعيا بحملات نظافة في جميع المناطق التي تتبع لبلدية الكرك الكبرى أتمنى حقيقة أن أرى أولدن خالي من الألقاب خالي من لقب معالي خالي من لقب دهولة خالي لأن الألقاب أصبحت هي المأساة الحقيقية عمل رئيس بلدية الكرك على نشر الحملات التطوعية بالإضافة إلى الحملات الإرشادية وقاموا بوضع الخطط لفصل الشتاء كما قال وضعت البلدية فريق للطوارئ للتعامل مع أي طارئ جوي وأيضا تعاقدت مع آليات من خارج البلدية في حالة ظروف جوية استثنائية رغم حصوله على شهادة الهندسة المدنية بجدارة وعمله كمدير مكتب إشراف على المقاولات إلا أن لقب عام الوطن كان هو الأقرب إلى قلبه نزار الصرايري لقناة رؤية نفذ موظف منطقة السخنة التابعة لبلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة حملة تطوعية شملت تنظيف شوارع المنطقة وطلاء الأرصفة وقال رئيس بلدية الهاشمية عقل زيود لمراسل رؤية إن هذه الحملة حملة تأتي كمبادرة من وظفي البلدية وطلبة المدارس مضيفا أن الجميع يدرك أن نظافة المنطقة عمل تشاركي لا يمكن لأي بلدية القيام به دون مساعدة وتكاتف الجميع اليوم فيه يوم نظافة بالمشاركة مع المدارس الموجودة في منطقة السخنة والحقيقة نحن نبق الجمود من يوم نظافة قبل هذا اليوم في منطقة الهاشمية وأيضا في منطقتهم الصليح وغريسة هذه الأيام النظافة مشاركة مع التربية والتعليم هي تعبر عن سلوك وثقافة المجتمع الضباب نحن نوجههم أن يتعاونوا دائماً ليس فقط أثناء دوام المدرسة وأثناء أيام النظافة في كل الأوقات في مخيم البقعة قام أقارب الأسير الفلسطيني المحرر ناجح محمد بدوي ميكبل الذي تم الإفراج عنه ضمن الدفعة الثانية من الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو قاموا بتزيين شوارع وأزقة المخيم بالأعلام والإنارات وأصور عميدي أسرى مخيم العروب في مدينة الخليل بالضفة الغربية الأسير المحرر ميكبل ابتهاجاً بالإفراج عنه بعد أن أمضى 24 عاماً من عمره خلف قطبان سجون الاحتلال الإسرائيلي مرسلتنا رانيم عبدين زارت مخيم البقعة والتقت أقارب الأسير المحرر وعدت لنا التقرير التالي كسر قيود السجان وأعلان الانتصار الذي رفضه الاحتلال فرحة لم تقتصر على الأراضي الفلسطينية بل شملت عائلات أردنية تنتظر تلك اللحظة منذ عشرات السنين فرحة ملأت منزل أقارب عائلة الأسير ناجح مقبل في مخيم البقعة الذي أنضى 24 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنا أخت الأسير ومطول مبارح والله وأنا صهران واستنى باللقاء الحمد لله بطلعتوا من السجن وخرج عقبال كل الأسرة يا الله الله يفك السجنهم كله يتم والحمد لله رب العالمين الله فرجها عليهم وأطلعوا بالسلامة نحمد الله ونشكره والله وأنا إلي نفس إن شاء الله أطلع أروح أزوره هناك وأروح السفارة وتفتح لإن شاء الله مجال اللي أروح أزوره وتهنى نوية وأمي والله إن شاء الله كيفي هناك والزغريت والغناوي ومبسوطين والفرحة تامعة أمة محمد أجمعين خلي الأسير ناجح مبسوطة كتير شعوره كتير حلو أنه طلع طبعاً أنا عمري ما شفته ونفسي أشوفه وبهني وبهني تيتا وبهني أهل الأسرة كلهم وبهني أمي طبعاً زمن إلها ما شافته ونفسها تشوفه وكان عندنا أمل كبير أنه يطلع والحمد لله ربنا حققينها الأمنية وطلع والله سبحانه وتعالى تمام فرحتنا وإن شاء الله بنفرح فيهم الزوج أخذوه عزابي والله فرح أمه وشافته طيبة استنشاق الحرية بعد سنين طوال في سجون الاحتلال وأمل في عيون بقية الأسرة وذويهم للحظة ما زالت منتظرة رنيم عبدين لقناة رؤية في رام الله أدانت الرئاسة الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الشهيد أحمد عماد ابن العشرين عاماً من بلدة قباطية جنوب مدينة جينين شمال الضفة الغربية واعتبرت الرئاسة في بيان أصدرته اليوم أن حديثة الاغتيال جاءت مترافقة مع تصاعد وطيرة الاستيطان المدمرة لعملية السلام والتي تعتبر باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وفي جنين شيع ابنه بلدة قباطية جثمان الشهيد أحمد عماد إلى مثواه الأخير وسط حالة من الغضب وهتافات طالبت بالسأري لدمه المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا في فلسطين المحتلة نبال فرسخ في موكب عسكري رسمي وشعبي شيع الفلسطينيون اليوم جثمان الشهيد الشاب أحمد عماد تزازع من بلدة قباطية قضاء جنين الذي استشهد فور إصابته برصاص حي في الصدر أثناء مواجهات اندلعت فجر اليوم مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لسوق الخضار في البلدة منطقة سوق الخضار المركزي بيكون مقتض عادة باستمرار تواجد شباب بيشتغلوا هذا الشاب برضو زيه زيه لاس راحي بدو يتلقى رزقه بدأ بارد بدأوا بضرب الغاز كنابل الغاز المسير للدموع وخلال هذه العملية أطلقوا النار على جسده هكذا ودعت والدة الشهيد وشقيقاته رثمان أحمد حيث ألقوا عليها النظرة الأخيرة قبل أن ينطلق في جنازة عسكرية شارك فيها المئات وهم يرددون الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال وعدوانه وقبل أن يوارى الثرى تم إطلاق واحدة وعشرين طلقة تشريفا لروح الشهيد صلوا بيجي ست سنين بيشتبهش به هو اللي مساعدنا على الحياة يعني أربع بنات وولدين يعني الله يرحمه أحمد هو اللي بيساعدنا أشتري شي هو يعني أه مصروب البيت هو اللي بيصرفوا عليني يعني أنا حمل اليهود المسؤولية في هاي الجريمة وإحمد يعني لا أحمد واجههم ولا أحمد ضرب عليهم ولا أعمل أي شيء لهم إحمد ملتزم في شغله يعني حتى هو في شغله ما سلم منهم مشهد يدمي القلب تلك والدة الشهيد أحمد تحمل ملابسه لعلها تشتم رائحته لم تتوقف عن البكاء منذ سماعها بنبأ استشهاده لم تتمالك نفسها لهول الصدمة كيف لا وهي قد زفت ابنها البكر شهيدا أي وضان عن عريسا شكرا هكذا رحل الشهيد أحمد وترك والدته وشقيقاته يذرفن الدموع على فراقه من بلدة قاباطيا قضاء جنين نبال فرسخ قناة رؤية وإلى سوريا حيث أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيموية المسؤولة عن ملف السلاح الكيموي السوري أكدت تدمير كل معدات إنتاج ومزج وتعبيئة مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيموية وذكرت المنظمة في وثيقة أصدرتها اليوم أن سوريا دمرت كل القدرات الخاصة بإنتاج المواد السامة وخلطها في الأطر الزمنية المحددة في برنامج إزالة ترسانتها الكيموية وذلك ضمن 21 موقعا للسلاح الكيموي من أصل 23 في مختلف أنحاء سوريا رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيموية بيّن في أول تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أن مفتشي المنظمة تحققوا من المعلومات التي قدمتها الحكومة السورية في 37 منشأة من المنشآت الأحدى والأربعين المعلن عنها مؤكدا عدم إمكانية المفتشين من زيارة موقعين كيمويين بسبب تداعيات أمنية دون أن يكشف عن الجهات التي تتحمل مسؤولية عرقلة عمل بعثة المنظمة في البلاد وإلى أبرز ما شهده العالم من أحداث وقع انفجار قرب مركز مخابرات الجيش اللبناني في منطقة لبقاء الأوسط شرق البلاد وأسفر الانفجار عن وقوع خسائر وأضرار مادية فيما لم يبلغ عن إصابات بالأرواح وأكد شهود عيان أن عبوة انفجرت بينما كان فوج الهندسة في قوى الأمن اللبناني يعمل على تفكيكها بعد أن اشتبهوا بوجودها في المكان وأدى الانفجار إلى تضرر عدد كبير من السيارات في حين فرضت القوى الأمنية طوقا حول المكان وبدأت بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة بدأت وزارة البترول المصرية العمل على ربط نحو 800 ألف منزل بشبكة الغاز المصري وتوقعت الوزارة أن تنتهي أعمال الربط بداية شهر تموز من العام القادم وذلك ضمن خطط الحكومة لخفض فاتورة الطاقة مما يسهم في تقليص استهلاك المواطنين من الغاز المدعوم حيث يشكل دعم الطاقة 20% من الانفاق الحكومي اعتقلت أجهزة الأمن التونسية خمسة أشخاص لعلاقتهم المباشرة بالشاب الذي فجر نفسه أمام فندق في مدينة سوسة السحلية وشاب آخر كان يخطط لتفجير ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وأشارت وزارة السياحة إلى أن هذه العمليات الانتحارية التي تستهدف القطاع السياحي أدت إلى إلغاء كافة الحجوزات في الفنادق التونسية مما يشكل ضربة للقطاع السياحي في تونس أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان البدء بتدريب عدد من أفراد الجيش الليبي أغلبهم من الثوار في إيطاليا من أجل ضبط أمن الحدود الليبية معتبرا أن ضمان أمن ليبيا هو ضمان لأمن المناطق المجاورة وركيزة أساسية لعادة انتعاش الاقتصاد بعد ثلاثة أعوام من الركود والآن إلى أبرز ما تدوله الناس من إشاعات آخر إشاعات أسمعتها رفع أسعار الترخيص السيرات عن ارتفاع الأسعار بتصير فيها البلد يرفع درجات الحرارة عبدالله نصور رئيس الوزراء والله كل البلد رفع برفع ما فيه إشي بنزل فيها هذا البلد اللي بيرتفع صعب ينزل والله ما فيه لا إشعات ولا فيه إشي أنه رئيس الوزراء بدي يحطه دخلي على العقبة هذا آخر إشعات والله آخر إشاعي أن البلد ما شاء الله صارت كل إشعات بنسمع رفع أسعار بنسمع رفع المشتقات النفطية بنسمع رفع الإجارات والشقق السكنية ومواطننا الأردني طبعا دخله محدود 250 دينار تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزة المتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال يوم أمس تعاملت مع 154 حادث في مجال الإنقاذ والإطفاء كان نجم عنها عدد إصابات 61 إصابة في حين تم التعامل مع 567 حالة مرضية مختلفة ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل الخبر الذي نشره الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم أمس على موقع الإلكتروني عن الدعم الذي قدمه سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الأميرة هي بنت الحسين للنشامة المتمثل بتقديم طائرة خاصة لهم لنقلهم إلى الأوروغوي في المباراة المرتقبة قوبلة بردود فعل كبيرة سمو الأمير علي بن الحسين غرد على تويتر فور إعلان الخبر قائلا نتقدم بخالص الشكر والامتدان لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الأميرة هي بنت الحسين لدعمهم للنشامة بطائرة خاصة إلى الأوروغوي وقال سمو الأمير في تغريدة أخرى النشامة اليوم يمثلون العرب في أكبر محفل رياضي نتمنى أن نرى سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الأميرة هي معهم في البرازيل إن شاء الله الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضية محمد حسين غرد على تويتر معربا عن شكره لهذه اللفتة قائلا سمو الشيخ محمد بن راشد يمود يد العون لمنتخذ نشامة الأردن بطائرة خاصة لرحلة الأوروغوي مشكور يا سمو الشيخ هذه شيام الكورامة يذكر أنه خلال الحوار الإلكتروني مع سمو الأمير علي بن الحسين الذي أجرى قسم الإعلام الإلكتروني في رؤية منتصف الأسبوع الحالي أجاب سمو على سؤال من أحد المشاركين في الحوار حول تواجد دعم إماراتي لنشامة وهذا ما تحقق بالأمس بهذا نكون قد وصل إلى نهاية النشرة إليكم التذكير بأبرز ما ورد فيها من عنوين جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني وعددا من المسؤولين الحكومة تقرر تحفيض أسعار المحروقات النفطية لشهر المقبل بنسبة 2% ومنظمة حضر الأسلحة الكيموية تؤكد تدمير كل معدات إنتاج ومزج وتعبئة مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيموية ترجمة نانسي قنقر